ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة ودروقتي مع الفقرة الطبية طبعا هنتكلم فيها عن بعض العادات أو الأسليب غير الصحية اللي بنتبعها يوميا سواء كانت في حركتنا أو في نظام الأكل بتاعنا أو حتى طريقة نومنا وأعدتنا واللي بيكون ليهم تأثير سلبي على صحة المفاصل والعظام وبيظهر أكتر مع تقدم العمر وأكيد مع كبر السن عشان كده هنعرف أكتر عن طرق الوقاية من ألام المفاصل والعظام مع ضيفي المنورني مشرفني فيه للستوديو دكتور علاء الدين أحمد المساشار العلمي لشركة بكس فارما أهلا بك يا دكتور أهلا نشوف عظيمة إزاي حضرتك عامل إيه حضرتك بألف صحة وسلامة تعرفنا حاجة بتحب البسبوسة جدا طب الطريقة دي بالنسبة حضرتك مختلفة وسهلة أه بس أنا محب البسبوسة البيتة مش البسبوسة اللي أجابها من بر سبحان الله وعلى فكرة بقى هنطلع بره السكريبت وهنتكلم النهاردة عن المعادلة الصعبة اللي أنت حلتيها إيه هي بقى المعادلة الصعبة اللي أنت حلتيها آه إيه هي بقى دكتور من من أسباب السمنة ومن من من أسباب شاشة العظام والتهاب المفاصل يجي فيها اللي هي الفاست فود اللي هي الوجبات السرية اللي احنا بنجابها من بره صحيح وتلاقي الأجالة جدا ده ما بتحب الفاست فود صحيح حديك النهاردة عملت في الفقرة بتاعتك حاجتين عملت الشاورمة اللي احنا بنجابها من بره فاست فود وبتبقى مشبعة بقى بدهون مشبعة محترمة طبعا فبتزود السمنة وبيقى فيها أملح كتير خاصة وأن الأملح أو الملح عموما هو الأساس بتاعه هو السوديوم معروف أن السوديوم لما بيخش الجسم اللي بيحصل بيخلي الكالسام يزداد أن يخراجه عن طريق البول وبيمنع مصاص الكالسام وبالتالي بيبعا عندي مشكلة في العظام ينهار أبيض شفت بقى حليك أنت عملت إيه؟ أنت عملت النهاردة وجبة سريعة بطريقة صحية لجميع أفراد الأسرة فبالتالي بدل ما يروح يشتري من بره هيشتري من جوه أو مش هيشتري من جوه بقى يعني هيكل بالزرعة هيخدها من جوه وهيخدها بطريقة سليمة نفس القصة على فكرة في البزبوسة البزبوسة بدل إحنا بروح نشتريها من بره ومش عارفين مكوناتها تتعامل إزاي أنا بعملها في البيت وفي تعمل عن جانب اقتصادي مهم جدا حيث النهاردة لما بعمل حاجة في البيت بتوفر لي أكتر ما بشتريها صحيح احنا جبنا دلوقتي سينة الكالسام صح؟ أيوه مظبوط وقلنا أن الأكل كل ما يبقى الملح فيه زايد إيه اللي بيحصل؟ بيقلل انتصاص الكالسام بيقلل انتصاص الكالسام فبقى بيورد لها الشاشة العظام تمام؟ وأكبر أكلات بيبقى فيها كالسام السودجام عالي اللي هو الأملاح هي الأكلات السريعة صحيح شو حيك بقى أنت من غير ما بتحسي أنت بدايما متربطي ما بين الأكل بتاعك اللي بتعمليه وبين مشكلة الأظام اللي حالي بالكورس العظم اللي حالي نتكلم عليه والله دي حاجة جميلة دكتور شرف ليا طبعا الله يخلي جاعة بس حقيقة قلت في المقدمة حاجة بس ممكن أعترض عليها أه تفضل قلت مع تقدم العمر لا هو دلوقتي أصبحت مش مع تقدم العمر أصبحت مشاكل الأظام والمفاصل عموما حتى مع سن الصغير من ضمن الأسباب الأساسية أنك تلاقي مثلا الطفل أو الشاب بطول النهار مسك الموبايل بتاعه قاعد قاعدة ما بتتغيرش فبيبقى عنده مشكلة في مفصل الكتف وعنده مشكلة في الرقبة وعنده مشكلة حتى في الأصابع بتاعته صحيح وده ليه لأنه هو لما بيقعد فترة طويلة ما بيغيرش في الحركة بتاعته كمية الدم اللي بتتضفق لمنطقة العظم بتقل وإحنا اتفقنا أن من ضمن الحاجات الأساسية ودي مشكلة بتواجهنا في الشتاء أننا علشان أعالج مشكلة العظم أننا لازم أدفل منطقة المصابة أو قد مستحضر يكون من ضمن مكوناته أو مكمل غزائه يكون من ضمن مكوناته أنه هو بيزود من كفاة الدورة الدموية اللي هو وبيضح المتكلم عن الفاصلي يبقى لازم هنا أديكي وأكلمك على الجوان تباكس يعني أن أقدم نقه نفسنا يا دكتور العظم حتى لو في فترة الشتاء ناسة تشتكي بشكل أكتر في فترات الشتاء هي فترة الشتاء حاجتين أننا أولا طبيعة الأكل اللي بيأكله لازم تبقى صحية عشان أقل الأملاح اللي فيه الحاجة التالية أن أنا بضفي المنطقة اللي هي فيها مشكلة والحاجة التالتة بقى الأهم أننا أخذ مكمل غزائي المكمل غزائي ده إزاي حافظنا على كفاءة العضل والأربطة والغضريف طب كلمنا عنه دكتور بقى الجوان تباكس وده أول مكمل غزائي عندنا هنتكلم عليه من المكملات بتاعنا واتفقنا في حلقة قبل كده أننا بنعمل مكمل غزائي أننا نبديك مساعد للغزاء بتاعك الغزاء بتاعك اللي أنت بتاخده ما بيكفكش من عناصر الأساسية لجسمك فأنا بديك مكمل من برة يساعد في هذا الموضوع الجوان تباكس تاحيك ده أول مكمل غزائي عندنا وحتى لو تلاحظه هو القوة الخماسية اللي راحت وسلامت المفصل وهناعرف يعني القوة الخمسمية الخماسية ويعني راحت وسلامت المفصل أولا هو الجسم بيكون بعض المواد اللي بتحافظ عربطة والغضريف هم ثلاث مواد مهمين جدا كلوكوزامين والكوندروتون والهيرونيك أسد وانا مش مهم استادة المشاهدين يبعارفين أساميهم انما عايزين نقول ببساطة ان الجسم فيه بعض العناصر بيكونها العناصر دي هي مسؤولة عن صحة وكفاية الأربطة وبالتالي المفاصل مع مرور السن أو العادات الخطيئة زي مثلا القاعدة على موبايل فترات طويلة مش بس الموبايل فيه سيدات بتشتغل الكرشي أو التريكولية وضع في القاعدة وهي قاعدة تشتغل بشكل معين اشانا جات لكومنت دي على صفحتي او مثلا بتشيل حاجة وزنها تقيل او بتتحرك حركات خطيئة كل ده بيأثر على المفاصل والغضريف خاصة ان الجسم ما بقاش يكون او ينتج المواد دي بنفس الكفاءة لحافظ عسلات الأربطة والغضريف نرجع تاني جانت بيكس اول مكانته اللي هو الكولوكوزامين والكوندروتون والهيرونيك أسد كولوكوزامين والكوندروتون دول مسؤولين عن صحة الربطة والغضريف ده حركة هو ماء هنا الفيديو اللي قدامنا ده حركة في منتهى الأهمية ده مفصل ركبة على فكرة ايوه هو بيوضح ايه اللي بيحصل ان انا عندي مشكلة في الأربطة بيحصل الالتحبات في الأربطة وعندي مشكلة في العض فيبيحصل عندها شاشة في العض في ايه اللي بيحصل ان السائل ما بين الغضريف ايوه بيقل فتتديد الغضريف تتآكل والغضريف دي خلي بقى لحضيك هي المخدات اللي بتدنا احتحكاك العضم ببعضه ايوه لما الغضريف تتآكل اللي بيحصل بيبتدي العضم يحكم بعض فيعمل بقى التقطاء والخشونة دي خشونة التقطاء دي حريفهاك لأول عرض عندنا ايوه صح التقطاء دي ما نتاونش بيه اقول لا خلي بالك بقى انت محتاج هنا خلي بالك من المفصل بتاعه بيبتدي بقى هنا بص حريك هنا الغضريف تتآكل اللي بتدى العضم يخش بدخلنا في خشونة الرجبة وخشونة الرجبة هي مقدمة لتغيير المفصل يا سيادة الارب انا كل ده بحلولك عن طريق المكامل الغذائي بتاعه اللي هو الجونت بيكس تمام لان مكاملات الجونت بيكس عبارة على هيرونيك أسد كلوكوزاميل والكندروتون خلي بالحق الهيرونيك أسد اللي هو السائل اللي موجود ما بين الغضريف اه اللي بيشكلة لحنا ساعة الناس بتروح تحقنوا بره ده احنا بنتقول لك في صورة أرس اللي بيحصل كالية السائل ده لما بيقل يبقى الغضريف هتبقى تحق ببعض تبقى الغضريف تتأكل تتأكل الغضريف نخش بعد كده لما الغضريف تتأكل نخش فيه خشونة الرجبة يبقى أول مكون عندي في الجونت بيكس اللي هو الهيرونيك أسد كويس الحاجة التانية اللي هو كلوكوزاميل والكندروتون كلوكوزاميل والكندروتون هم المسؤولين عن كفاءة الأربطة والغضريف اللي موجودة في المفصل وسبحان الله تلاقي الجسم احتياجاته في اليوم من مادة زي كلوكوزاميل 1050 ميلي جرام فالجسم ما بقى شانتك هذه المادة بهذه التركيز فأنا بديك بقى الجونت بيكس هنا كحاجة وقائية والتركيز فيه على فكرة تركيز كلوكوزاميل فيه 500 ميلي جرام عشان كده دايما بنقول في الكورس الوقائي بديك كورس واحد لو أنت ما عندكش أعراض بس عايز تحافظ على صحة الربطة والغضريف طب لو أنت بتشتكي بتاخد كورسين من بعد يعدتك 1000 ميلي جرام من الكورساميل يعني وبخلي الـ 500 اللي هو الجسم بيمتجهم طب هل الجونت بيكس اكتفى بذلك؟ قالك لا خلي باكي وإحنا بنتكلم قلنا لما بتقعد فترة طويلة كمية الدم اللي بتضفق لمنطقة مفصل بتقل فبتيت تشتكي من ألم المفصل عشان كده من ضمن مكوالات الجونت بيكس اللي هو مستقلص الجنجر أو مستقلص الزنجبيل الزنجبيل حيك لو إحنا فتحنا النت كده وفتحنا وشوفنا إيه هي مستقلص الزنجبيل أو فائد الزنجبيل هلاليا من ضمن فوائده أنه هو بيحافظ على صحة الأربطة والغضريف بيحسن كفاءة الضورة الدموية في منطقة المفصل بالتالي الناس اللي بتقعد فترة طويلة أنا على اللي اكتلك عزيزي المشكلة وبشتخدم كمان كمسكل الأليام كنت لسأقول حاجة بياخدوه بعض الأدوية كمسكل الأليام هل الجونت بيكس تتفى بذلك؟ قالك لا لأن في بعض الناس بقى اللي بيبقى بتشتكوا قريدي من مشكلة في المفصل بيبقى عندها تورم اللي هو مستخلص البرومالين اللي هو مستخلص الأنانس وشكده أنا بكلمك على مكمل جزائي فيه الخمس عناصر دول ده مضاد للتورم اللي بقى الجونت بيكس عبارة عن خمس مكونات لوكوزامين والكوندروتون والأرونيك أسد دول اللي قريدي الجسم بينتجهم بس ما بقاش ينتجهم بالكمية الكافية وعندنا البرومالين هو مستخلص الأناس والزنجابيلي اللي هو مستخلص الجنجر ومستخلص الجنجابيلي بيعمل بقى بيحافظ على بيجدد الأربطة والغضريف عند سهولة الحركة عشان بيحافظها على الهوريك أسد بيحافظ على كفاءة العض مسكن للألام مضاد للتورم وبيحسن كفاءة الدورة الدمائية في منطقة النفسة يعني لهاي اللي دكتور يبقى فيه حاجة تتاخد أرس تقينا وباخد أرس قبل النوم لو أنا باخده كجرعة وقائية باخد أرسين لو أنا عندي شكوى من منطقة المفصل يبقى أول حاجة عندنا في الكورس بتاع العضم بتاعنا اللي هو إيه الجونتبكس وإحنا بديتكلم أن جبنا سيرة الكالسيوم وقلنا أن الكالسيوم لما باكل أكل فيه فاست فود اللي فيه أملاح كتير فالأملاح الكتير يديننا مصاص الكالسيوم وبتخلي فاست الكالسيوم في اليورين بيزيد فبالتالي بيأخش في منطقة في مشكلة الشاشة العظام أنا بحللك المشكلة دي عن طريق المستحضر المكمل الغذائي التاني بتاعنا اللي هو السيدزيت بيكس السيدزيت بيكس ده اللي هو زي ما وجوده على الشاشة كده ده هو عنصر أساسي في بناء العضم اللي هو بيكون 1350 ميلي جرام من الكالسيوم ساتريت وكلمة كالسيوم ساتريت دي إحنا في الشركة أو في شركة بيكس فارم كانت تعييها تماما لأن صورة الكالسيوم ساتريت يعني الكالسيوم لا بيتأثر ولا بيأثر في المعدة ده عكس الفورمات التاني اللي موجودة في الكالسيوم اللي هي موجودة في صورة الكالسيوم كربونات كالسيوم كربونات الناس اللي بتاخد كالسيوم يقولك أنا عندي مشكلة بتبقى في معدتي أشكد ده من ينصر أنه يتاخد بعد الأكل أنا حقلت هذه المشكلة عن طريق الكالسيوم ساتريت وعلى فكرة الكالسيوم ساتريت هو ده بيتاخد في الأمريكا والأوروبيا كجرعة برتكول وقائي يعني أول ما تقصد سنة 40 تاخد لك أرس كالسام يبقى أنا دلوقتي وهو الكالسام ما زال ما عرفنا قبل كده وقلنا أن الكالسام هو المادة الأساسية في تكوين العظم بس في حاجة بقى بصراحة لازم أقولها مع الكالسام فيتامين دي اللي هو الفيتابيكس فيتابيكس على الفكرة فيتامين دي هو المسؤول عن امتصاص وترسيب الكالسام في الجسم أو فعلا لو فيه نقص فعلا دكتور ما بيمتصش عشان كده دائما الكالس مرتبط دايما بألم عظم وعشان كده في الشتاء بتلاقي ألم عظم بتزيد زي ما موجود عندنا في الشاشة ليه؟ لأن احنا هو على فكرة فيتامين دي بيسموه فيتامين الشمس لأن الشمس هي المسؤولة عن تحرير فيتامين دال طب فيتامين دال ده بيعمل ايه؟ فيتامين دال ده هو المسؤول عن امتصاص الكالسام في العظم يبقى أنا لو عندي مشكلة في فيتامين دال وبياخد الكالسام بكفاية مش هيمتصح يبعا عندي برضو مشكلة في العظم يبقى لازم احليلك برضو مشكلة فيتاميندال عن طريق مكمل لغزائي التالب بتاعنا اللي هو الفيتاميندال وتركيز الفيتاميندال فيه 2000 واحدة دولية هو الجسم بيحتاج في اليوم من 2000 إلى 4000 هاي عشان ما يزيتش يا دكتور اصلا كمان الزيادة بتاعته مش كويس هو المعدل ده مصبوط هو ده المعدل لتا جسم بيحتاجه وعلشان كده حتى احنا بنقول في الجرعة بتاعت الفيتاميندال يعني عندك مشكلة في العظم عندك الحالة بزجاجة بتاعتك مش كويسة عندك تسقط في الشعر عندك مشكلة في الضافر ناخد قرصين مع بعض بعد الفطار اللي هما 4000 واحدة دولية واحدة يبقى ده المكمل الغزائي التالي بتاعنا في كورس العظم اللي حنت نتكلم عليه النهاردة طيب انت عايز تسألي على حاكل لا 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 أبدا أنا ما منتظر حاكل هتسألي هتقولي المكمل الغزائي الرابع بتاعنا إيه أيوة انت بتحبيه أيوة صح على فكرة القلب المونتفيد ده أنا بعتبره يعني عارفة مكمل الغزائي سحر ليه لما تلاقي فيه مكمل الغزائي فيه 13 عنصر من العاصر الأساسية الجسم بحتاجة فيتامياتهم عدد ده ما لأ ونتو كملت وهو كورس كمان بفيتاميندال اه طبعا انا كنا بنقول احنا بقلنا الفيتاميندال وام جسري ده قريب جدا اه فاحنا دراتي ما شاء الله نزل الفيتاميندال فاحنا دراتي القرس ما شاء الله كامل اه لان هو القلب المونتفيد كان نقص فيتاميندال فاحنا بنضهولك اه بنضهولك في الفيتاميندال وبتاخده بعد الفطار مع القلب المونتفيد وقريبا ننتظر اومي جسري ان شاء الله يا دوسر اه كده الكورس كامل معنا يا دكتور اه بالضبط ده حقيق القلب المونتفيد اهو وهو بس حريك هم حطوا القلب المونتفيد مع الفيتاميندال ايوة ايوة صح بناخد بعد الفطار قلب المونتفيد مع الفيتاميندال كرس واحد لو انا هاخده ككرس وقائي وارسيل لو انا باخده ككرس علاجي باخد زيت زيت بكس باخده بعد الغداء باخد الجوينت بكس بعد العشاء ارسيل لو هو انت بتشتكع وعندك اعراض البعض المفاصل او بتاخد كرس واحد لو وقائي لو انت مش عايز تخش وانا افضل طبعا على الفكرة ان احنا دائما الوقاية خروم العلاجي صح صح يا دكتور طيب ده كده هاي قولنا بقى نتواصل ازاي ناخد نحصل على كرس وقولنا برضو اسعار الكرس نظر الاحوال بصح عليك اولا 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 ارقام التليفات الموجودة على الشاشة حيك هترفع سماعة التليفون بتقول كلمة السير الشيف عظيمة في خلال 24 سا هيبقى عندك الكرس كامل فكل محافظات دكتور وعلى فكرة والناس اللي بترد عليك فريق طبي المتخصص اه ما هو ده بقى لا نعلم اللي بيسألوه اوضح تشتكي من ايه عشان يحدد لك الجرعة يقولك اه والله انت بحتاج جرعة وقائية او جرعة علاجية هاي على فكرة ناس متخصصة انا عارف على فكرة ناس انا عارف مش انا عارف شخصية كمان انا عارف يا دكتور طيب دي حاجة الحاجة التانية برضو عشان اطمن السادة المشاهدين ان الكرسي ده موجود في بعض المساشفات الكبرى في مصر ايوه يعني في بعض المساشفات موجود فيها الجوينت بيكس والفيدابيكس والسيزيت بيكس وده دلالة على التراست او على الصخة في هذه المكملات الجزائية هايل بصراحة تمام احنا طبعا بنشكر حاجة بس اقول لنا بقى احنا خلاص كده من خلال الارقام بيوصل لكل المحافظات الوقت بيبقى ان شاء الله الوقت التأقيمة مش وقت طويل صح كده تمام خلال الايام بسيطة يعني حاجة صارت حاجة اخيرة قبل ما نقفل اقول السعر 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 بيناسب جميع افراد الاسرة هاي يعني حضرت لا انا عارفة ده من ايام القلب مالزي فيت انا سألت في الصيدليات وعرفت الفروق بتبقى عاملة ازاي سعره بيناسب جميع افراد الاسرة وسعره مور ايكونوميك وبيوفر لك تغيير مفصل وخشونة رجبة وعلاجه وما قدرك ما تغيير المفصل مع العملية المكلفة جدا طيب دكتور يعني قلنا كده برضو ايه يعني نصيحة احنا نخلي بالنا منها احنا كسيدات بما ان السيدات اكتر يعني ايه بتشتغل اكتر وبتعمل حركات ممكن نكون مش حطانها في اعتباراتنا يعني ادينا نصيحة كده في فترة الشتاء بالزيت بس حاجة في التعاملات بالزيت لموضوع العظم والاعدات بس حاجة أولا أولا بنتدي يومنا بربع ساعة نتعرض للشمس كويس تمام اه الحاجة التانية ان احنا نحافظ على الفطار وبعد الفطار ناخد الفيتابيكس مع القلب الملطيفيد ايما تمام ازود شوية شرب اللبن تمام مهم جدا واللبن او زبيدة على فكرة هما نفس الحاجة وباخد زيت زيت بيكس بعد الغداء عشان نحافظ على الكالسين بتاعي خاصة لان السيدات بعد السن الخمسة ربيع بقى عندها فرصة الشاشة الأظام بتبقى أعلى شوية النظر بقى للولادة والأولاد وبتاخد من جسمان طبعا وبرضو خلي بقى حاجزة متفانة في الحال اللي فاتت ان اولا ما بقات عندها الدور الشهرية اه برضو بليها تأسير الاستروجين بيقال فالاستروجين هو المسؤول عن مصاصل الكالسين فبداية بتبقى برضو حاجة تانية الحاجة الأخيرة انها تدف نفسيها وتاخد الجوانت بيكس قبل ما تنام طيب هاي ليا دكتور ربنا يبارك فيك طيب الحاجات المهمة اللي احنا تكلمنا فيها في العناصر الغذائية بس انا نسيت حاجة معلش قول وتعمل الأكل في البيت في البيت بلاش نروح للوجبة السريعة يعني نتفرج على شيف عظيمة كده ونتعلم ازاي نعمل الشهرمة ازاي نعمل البزبوسة ربنا يخليك دكتور بيبقى أكل صحي آه أكل البيت خفيف عموما وبيبقى دايما حتى فيه باركة يا دكتور يعني حتى احنا لما نشتري الأكل بيبقى أعتقد بيقعد معنا فترة لا بأسابها طب الأكلات فعلا بتفرق مع الوقت في القصص دي طبعا أي أن كان نوع الأكل صح كده طبعا طبعا لأن اتفقنا ما هو حريك هنرجع تاني بداية الحالة وقالنا ايه وقالنا مشكلة الوجبات السريعة إن هي مشبعة بالدون قوي فيها أملحة كتير قوي تمام وعلى فكرة ودايما مش عارف ليه دايما الفاصل فود يبقى مرتبط بالمياه الغازية آه مزبوط على فكرة من ضمن الأسباب الأساسية في هشاشة الأعظام هو المياه الغازية صح لأن هي بتمنع بصاصة الكلسان في العالم طب يعني احنا ديه وخيتامها نرح بقى العصدار الطبعية نرح للحاجات الطبعية احنا فرصة راحة في الشتاء برضو الإمكانيات جميلة والفواكه يعني بتبقى جميلة في الشتاء على فكرة من ضمن مصادر أساسية اللي فيتامين دالها هو عصير البرتقان البرتقان نحن نشتغل بيعليه طول الشتاء طبعا اسمحوا لي يعني أشكر ضيفي لنورني وشرفني الدكتور علاء الدين أحمد المستشار العلمي لشركة بكسفار ونورتنا وشرفيني دكتور بجد وبشكر طبعا حضراتكم على حسن المتابعة وأتمنى يا رب أن القرص يكون يعني فعال ويكون بيحل مشاكل أصدقاء كتير من اللي بعتولي إن شاء الله تلاقوا الحل بإذن الله جربواه ولولي وأنا متواصلة مع حضركم لديكم أي قامة بعتولي على صفحتي الشخصية طبعا من هنا الحلقة جديدة أتمنى من الله والله يكتر على الله أشوف حضراتكم على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة وسلام عليكم